تسأل تقول يعني المصاب بالعين لما يرقى مثلا عليه يكثر من التثاؤب هل هذا علامة على أنه مصاب بالعين فعلا أختي الفاضلة فاطمة بارك الله فيك طبعا الإصابة بالعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق والرقية نافعة بإذن الله تعالى وأسرع علاج للمصاب بالعين أخذ وضوء العائن و شيء من داخلة إزاره يوضع في ماء و يصب عليه على هذا المعيون أما كونه يتثاؤب هل هي علامة على العين الله أعلم ما عندنا في حدود علمي و الطلاعي ما في نص في السنة أو في الآثار عن الصحابة مثلا أنه والله إذا تثاؤب فهذه علامة على العين ما عندنا شيء من هذا القبيل لكن قد يكون و قد لا يكون قد يكون و قد لا يكون فلذلك ما ينبغي بناء أو الحكم على الشخص بأنه معيون لن يتثاؤب مثلا هذا كله غير يعني وارد بارك الله فيك